اشتركوا في القناة اولد 25 يناير خلينا نقول ان نتكلم النهاردة عن وجود المرأة في لجنة تأسيسية للدستور وعن مشاركتها إذا كانت مشاركة فعلا إيجابية ومشاركة فعالة مشاركة لها دورها ولا لا ده اللي نحن نستنينه من بعد اولد 25 يناير هو ده اللي هنعرفه أكتر من دفنة دكتور مختار غباشي نائب رئيس نائب رئيس المركز العرب للدراسات السياسية والإستراتيجية سبعة خير يا فن سبعة خير يا فن في البداية فأنتم أحب أعرف من حضرتك إيه هو من وجه نظر حضرتك الدور الكبير والمؤثر اللي ممكن تلعبوا المرأة في الحياة السياسية خاصة ان احنا خلاص بساطة نكتب دستورنا الجزيد يعني بالتأكيد سؤال مهم جدا المرأة لها دور جوهري وأساسي في الحياة السياسية والحياة العامة هي نصف المجتمع زي ما بيقولوا هي مربية كبيرة بشكل أو بآخر خصوصا في معترك الحياة لكن خلينا نقول أن هي ظلمت ربما بفعل التركيز الشديد عليها في العهود السابقة لأنه في فترة من الفترات كان الحديث دائما عن دور المرأة عن وجود المرأة عن ضرورة تعيين المرأة في القباة عن ضرورة تعيين المرأة في المناصب القيادية شكلت كثير جدا من مجالس المرأة اتعاملت ما يسمى بمحكمة الأسرة وهي محكمة عليها كثير جدا من الأسئلة وليست فعالة بالشكل المطلق بالشكل اللي قات به القانون عسرة وعشر سنة 2004 فكانت نتاك طبيعي لهذا التركيز الشديد على مدار سنوات طويلة أن يكون هذا التجاهل اللي حضرتك بتتحدث عنه والكثيرين بيلحظوا إذا كانت في تشكيل بالنسبة للوجودها في الجامعات أسية للدستور بالنسبة للوجود الفعال إذا كانت في الانتخابات البرلمانية السابقة بشقيها شعب أو شورى بالنسبة للمشاركة السياسية الخاصة بها في هذه المرحلة نتمنى أن تدرك القيادة السياسية الورادة السياسية الدور الكبير للمرأة ويكون لها مشاركة ولها دور فعال خصوصا في المرحلة السابقة ونرى وجود جوهر إليها خصوصا المميزين منها أو اللي لهم يعني صوت ودور سياسي أو دور اجتماعي أو دور ثقافي أو دور قانوني نتمنى طبعا يا فندم بس فوقت نظر حدق تمثيل المرأة في لجنة أساسية للدستور يمكن جيه بشكل لائق وجيه غير لائق أسفى وجيه بشكل ما بيحققش تمحط المرأة بزيد بعد صورة 25 يناير أهمية تواجد المرأة وتمثيلها بزيد في تشكيل اللجنة تأسية للدستور خلينا أقولك نقطة مهمة جدا أنه ليس شرطا مثلا أنت تتحدث عن المرأة تتحدث عن عناصر كثير جدا فعالة في المجتمع المفترض أن يكون لها وجود أساسي في الدستور لو أنت تحدثت عن نقابات المهنية تتحدث في حدود 39 نقابة مهنية أو أكثر من ذلك المفترض أن يكون على الأقل لهم دور فعال في الدستور لكن ليس شرطا في ذلك حتى تكون للمرأة دور فعال مش شرطا أن يكون وجود أمرأة من الممكن أن يكون وجود أي شخص آخر لكن يستطيع أن يتحدث عنها أو يستطيع أن يدرك المتطلبات الخاصة بها لكن إحنا محتاجين دور تستطيع أن تعبر فيه عن احتياجاتها تستطيع أن تعبر فيه عن وجودها الجامعات أساسية للدستور تشكلها إحنا نتمنى طبعا نجاحها ونتمنى إنجاز الدستور بشكل سريع لكن هو تشكلها هجم كثيرا وفيه كثير جدا من علامات الاستفهام خصوصا في الطريقة التي شكلت بها جامعات أساسية والدور الفعال اللي عبيته قوة سياسية إنها تحتوي أو ترتضي قوة سياسية معينة تستحوز بالتأكيد لكن إحنا نتمنى إن كلها دور فعال يعني كما أوضحت لك في المرحلة السابقة طبعا بس يمكن حركة أكيد واخت بالك إن مشاركة المرأة يمكن في الانتخابات الرئيسية أو في الانتخابات البرلمانية كان وجودها فعال جدا وكانت مدركة جدا أهمية صوتها أو يمكن لقينا كتير جدا من السيدات بيشاركوا فده معناه إن المرأة عايزة تشارك وعايزة تشارك وعارفة إن صوتها لي تمنوا وعارفة إن صوتها إيجابي وعايزة تشترك في كتابة تستورها يعني تشترك كمان أسلق خلينا أقول لك نقطة مهمة جدا هي قضية المشاركة ليست المشاركة بس يعني إحنا عايزين نشارك ونشارك بدور فعال وعايزين المرأة اللي لها فكر سياسي اللي لها دور جوهري في الحياة الاجتماعية ودي بتثبته المرأة وعلى مدارة عقود طويلة يعني بصرف النظر عن التركيز اللي حصل في العهد السابق لكن من بداية الثورة ويمكن من قبل الثورة كان للمرأة دور فعال في الحياة السياسية وفي رموص نسائية كثيرة يعني مرت بينا أكيد طبعا بس يمكن هل عالك شايف أن البرلمانة المنحلة لفات كان تمثيل المرأة فيه بالشكل الإيجابي أو الشكل المتوقع بعد ثورة 25 يناير ولا كان تمثيلها قليل جدا هو كان تمثيلها قليل بس خلينا أقولك أن هذا التمثيل أنا أتصور أنه مرتبط بشكل أساسي بالمرأة في حد ذاتها يعني لم يوجد مانع للمرأة بأن ترشع نفسها في الانتخابات لكن القضية كيف تنجح في هذه الانتخابات هذا سؤال مهم جدا يعني لا يوجد هناك حكر على فئة معينة أو على مجموعة معينة ولا يوجد هناك منع للمرأة في حد ذاته وعشان كده أنا شخصيا من المفضلين أن يكون المرأة دور أساسي وتمثيل في الحياة السياسية لكن دور يكون فاعل وخارج من قون المرأة نفسها مش عن طريق الكوتة اللي تم سنها في العهد السابق ثم تم تجمتها أو في طرقها للإلغاء لكن أنا بقول للمرأة خصوصا إذا كانت لها دور أساسي في المجتمع إذا كانت لها دور أساسي في الحياة السياسية إذا كانت لها دور أساسي في الحياة القانونية إحنا علمنا الكثير جدا من النساء كان لهم دور جاه هاري الدكتور فاوزي عب سطار، الدكتور أمال عثمان وغيره وتبوأوا مقاعد سياسية كبيرة لكن اللي أنا عايز أقوله أنه على المرأة أن تبحث عن دور لها في ذاتها وهي اللي تنزل الحياة السياسية لا تعتمدش أن الآخر هو اللي هيقول لها لا والله تعالي أنت هيكون لك دور هنا لا تعالي أنت هيكون لك تمثيل في القضاء فناخد مثلا زي المساشرة هان الجبالي ربنا دا الصحة هي الممثلة في المحكمة الدستورية لكن ولم يكن قبلها ولم يوجد أحد بعدها إحنا عايزين التمثيل يكون تمثيل فاعل ويكون التمثيل بناءا مبني على قدرة خاصة بالمرأة في حد ذاتها يمكن سيدة فتحية العسال أمين اتحاد النساء التقدمي بحسب التجمع قالت أنهم هيقيموا دعوة مستعجلة جدا أمام القضاء الإداري بتطالب تمثيل المرأة بنسبة 50% في اللجمة التأسيسية للدستور هارك شايف من وجهة نظرك أن دعوة دي هتقبل أم لا يعني أنا أتمنى أنها توفق فيها لكن هي بتتحدث على 50% على اعتبار أن مرأة نصف المجتمع والمفترض أن كلها تمثيل موازل تمثيل الرجل إذا كنا بتتحدث عن جامعة تأسية أو غيره أنا لا أتصور يعني أتمنى لهذه الدعوة كلما تمنا طبعا لكن خلي بالك تتحدث عن جامعة تأسية للدستور هي خلاص في طي الانتهاء من وضع الدستور يعني المفترض في بداية سبتمبر اللي جاي تكون الجامعية يكون الدستور تم وضعه يعني في 15-18 ده هتكون تقريبا كل النصوص الدستور تم وضعها أو تم إقرارها لكن إحنا خلينا نقول أن ماذا سوف يكون دور المرأة في المرحلة القادمة هل هيكون لها دور فاعل في المرحلة القادمة في الحياة السياسية هيكون لها تمثيل حزبي هيكون لها تمثيل سياسي هيكون لها تمثيل اجتماعي بالشكل اللائق به ويكون من خلال خلينا نقول من خلال الجامعات النسائية اللي تستطيع أن تختار النساء اللي لها صفة القيادة ولها صفة ريادة وأن تستطيع أن تمثل للمرأة أحسن تمثيل مش قضية وجود المرأة مش قضية إننا أخذ مرأة تكون موجودة في الجامعات الاس位 وبعضي ما أقول لها أجل ممكن فعلا يتم إعداد المرأة ثقافيا وسياسيا عشان يكون لها فعلا حدثة هو المرأة موجودة في معترك الحياة موجودة في المجتمع موجودة في الجامعة موجودة في المدرسة موجودة تقريبا في كامل الوظائف اللي موجودة ما فيش وظيفة تستطيع أن تتشاور عليها ليس للمرأة وجود بيها لكن هي القضية كيفية إثبات وجود المرأة ودي أتصور أن دي تبقى مسألة صعبة بحكم تكوينها الإيديولوجي بحكم أنها مربية بحكم حياتها العامة أن هي متحملة مسئولية بجانب العمل مسئولية في المنزل فيمكن ده الجزء اللي بيضغى عليها يمكن ماسك في الوطن العربي لكن في العالم كله المرأة لهم مشاركة فعالة في كل جهات الحكومية وفي كل مناصب الدولة وده نحن نقول أننا من المساواة بتيجي لو عايزين نرسخ دولة ديمقراطية في الرجل وستة زي بعض صحيح ما فيش شك فيها بس خلينا أقولك أن قدر المساواة مش شرط أننا قلت لما موجود رجل يبقى لازم يكون موجود امرأة جامعة لا طبعا بس دي فكرة عزيم حريك قلت أن حد يكون موجود ويدافع عن حقوق المرأة ويمسح المثلها أن يمثلها تمثيل حقيقي يعني دي النقطة ويستطيع أن يقنع من حوله إذا كان رجال أو النساء نحن علمنا وجود نساء تبواء ومقاعدة رؤوس قمة الوزراء مارجري تاتشر في بريطانيا أندريغاندي في الهند يعني نساء كثيرات تبواء ومقاعدة سياسية حتى في دول إسلامية زي بإنجليا ديشمانس فهي الفكرة فكرة مش فكرة أنا لا أتصور وجود المرأة في وجود المرأة لكن أتصور وجود المرأة المناسبة في المكان المناسب وجود المرأة اللي تستطيع أن تتحدث عن تمثيل المرأة بشكل حقيقي وتستطيع أن تعبر عن وجود المرأة في المكان اللي هي موجودة فيه أتصور أن هذا يكون أوقع يعني وجود امرأة واحدة أو وجود امرأتان في معترك ما إذا كان سياسي أو إجتماعي أو إذا كان قانوني أو غيره ممكن يكون أحسن من وجود عشرة مقابل عشرة من رجال من ناحية التمثيل المهم هي المرأة القادرة على أن تمثل المرأة بشكل حقيقي في المكان الفاعل أو المكان اللي تستطيع أن تمثلها فيه بشكل يعني نستطيع أن نشاور إلهي بالبناء هل تفتكر كمان إيه الأهمية الحقيقة أن تكون المرأة ممثلة في مختلف الجهات الحكومية لا مش مسألة الأهمية الحقيقة هي أهمية الحقيقة هي وجود المرأة في حد ذاته لكن خلينا أقولك أنه ضروري للمرأة أن يكون لها دور آخذ لأن نخلي بالك ما نقدرش نقول أن يكون دور المرأة في المجتمع أو دور المرأة في الحياة العملية على حساب الحياة الخاصة بها أو الحياة المنزلية إحنا المرأة في خلق ناشر جديد له قيم وله تقاليد اللي اندصرت الآن ومش لقيناها في المجتمع أتصور أنه دور قل على حساب وجود المرأة في الحياة العملية خلينا أقولك نقطة مهمة جدا وخروج المرأة أنا مش ضد ذلك لكن وجود المرأة بشكل أساسي أو تركيز المرأة بشكل أساسي على أنها تكون موجودة في الحياة السياسية على حساب حياتها الاجتماعية ده قرر يرجع لها هي يا فندم يرجع لها بشكل جوهري لكن هي إزاي أنها تخلق توازن بين الأمرين نحن عندنا سيدة فايزة بناجا هي موجودة موجودة في الحياة السياسية وتشارك وعندنا أكتر من سيدة موجودة بس فكرة أن المرأة ومكانها البيت لا ما نقدرش نقول هذا لكن ما نقدرش نقدر نقول أنها إزاي أنها تخلق توازن ما بين حياتها العملية وما بين حياتها السياسية وما بين البحث عن ذاتها في المجتمع وما بين الحفاظ على الحياة القاصة بها وأنها تستطيع بالمشاركة مع الرجل أيضا أن تخلق نشكة الكل يشتكي الآن من اندصار التقاليد وعدم وجود عادات التربية مش السيدة بس اللي مفروض تكون بتربي يا سيدة الرجل والسيدة هم المفروض يكونوا بيربوا مش السيدة بس هاي اللي بتربي مفروض تبقى عادة في البيت لا خلينا أقول لك نقطة مهمة جدا أنت ما تخلقش بين وجودها في البيت ووجودها الأساسي وأن قربها من الحياة المنزلية أو قربها من الحياة الخاصة يعني المرأة بحكم تكوينها هي الأقرب للحياة الخاصة أو هي الأقرب للحياة المنزلية من الرجل يعني دي نقطة ليست ضد وجودها في الحياة السياسية أو ليست ضد وجودها في الحياة الاجتماعية لكن الكثير فهم هذه المسألة خطأا يعني خروج المرأة للعمل بشكل أساسي والتركيز على الحياة السياسية والاجتماعية بشكل أساسي على حساب الحياة الخاصة يمكن تقدر تقولي أن لم يستطع أن يخلق الناشئ اللي احنا تعودنا عليه على مدار عقود أو سنوات سابق خصوصا في زل تقاليد أو أعراف أو قيم ضاعت وانتصرت وبدأت يعني الأمل والطموح اللي دايما الناشئ بتحاول تربيه عليه يمكن مش موجود بالشكل الجوهري في هذه المرحلة بالذات نتيجة التركيز على هذه المسألة يمكن بعد ثلاثة 25 يناير جاءت مشاركة المرأة في البرلمان زي ما قلت أحنا لك بشكل أقل أو غير واضح أو غير فعال مقارنة بالبرلمانيات السابقة اللي كانت موجودة قبل كده هل ده بيعطينا مؤشر سلبي للوضع الحقيقي أو الواقعي اللي هنكون موجودين فيه أن تمثيل المرأة هيكون قلال جدا بما أن فيه حاجات كثيرة جدا بطلع تقولها المرأة مكانها البيت صوت المرأة عورة يمكن سيدة الآن برضو لا ما نقدرش نقول كده لكن خلي بالك برضو حتى تمثيلها في 2010 يمكن الكوتا هي اللي لعبت دور كبير جدا في هذا التمثيل اللي وجد حتى في 2010 في ظل وجود النظام السابق لكن احنا بصرف النظر عن الكوتا وبصرف النظر عن البحث عن وجود المرأة احنا عايزين وجود للمرأة وجود أساسي بناء على قدراتها هي يعني المرأة تكون موجودة بإقناع للكفة اللي حواليها بإننا قادرة على أن أكون في البرلمان قادرة على أن أمثل هذه الأمة قادرة على أن أعبر عن مجتمع أنا موجودة فيه كان يتم إلغاء الكوتا لا هي جمدت يعني ربما هو في الحديث كثيرا عن إلغاءها لكن التركيز أكتر يعني ما يكونش وجود بناء على قانون يعني أن النهاردة في كوتا في 64 امرأة زي البرلمان 2010 فيكون موجود 64 امرأة وخلاص وبعدين لا تسمع صوت فيهم ولا تسمع تمثيل حقيقي ولا تسمع وجود فاعل ولا تسمع مناقشة ولا أسئلة أو استجوابات اللي هتقدم للحكومة أو الوصراء اللي أنا عايز أقوله لك أن وجود المرأة يكون وجود بناء على قدرات ذاتية خاصة بها هي التي تستطيع أنها تثبت وجود يعني إذا لم تستطع المسشرة تهاني الجبال أن تثبت وجودها كقاضية بالمحكمة الدستورية لن يكون هناك وجود قاضية أخرى في الموجود في المحكمة الدستورية فتح المجال أمام المرأة لتصبح قاضية خصوصا في الكثير جدا من القضايا إذا كانت الهيئة القضائية خصوصا لتقاند قضايا مدنية أو قضايا تجارية أو قضايا أو غيره نريد أن يكون هذا التمثيل تمثيل حقيقي وعلى أرض الواقع ويكون تمثيل بناء على قدرات ذاتية خاصة به أن يعي من يمسك بيده إدارة البلاد وتعي الإرادة السياسية أن وجود المرأة هو فاعل في هذا المكان لأن هي لها قدرات في هذا المكان وتستطيع أن تمثل المرأة تمثيل حقيقي فيه ده اللي أنا عايز أبحث عنه بعيد على أن أنا أبحث عن قوة خاصة بها وبعيد على أن أتحدث عن وجود هامشي أو وجود تمثيل وجود وخلاص أنا عايز عشر نساء في هذا المكان فأنا أبحث عن عشر نساء أخرى تتكلم هدريك إيه مطالب المرأة البسيطة من الرئيس المنتخب دكتور محمد مصر مطالبها يعني المرأة هي بتبحث عن ذاتها وبتبحث عن وجودها وبتبحث عن المساواة وبتبحث عن العدلة الاجتماعية هي أتصور أن هي يعني هيكون مطلبها الرئيسي من الدكتور محمد مرسي أو الأرادة السياسية بشكل عام أو من يحكم البلاد بشكل عام هي المساواة هي أنها طالما هناك إمرأة تستطيع أن تمثل المرأة تمثيل حقيقي فلابد من وجودها طالما هناك سيدة تستطيع أن تعبر عن المجتمع وتستطيع أن تعبر عن الحياة الاجتماعية للمجتمع تمثيلا عن المرأة وعن الرجل فلابد من وجودها يعني نريد الحرية بشكلها العام اللي احنا كلنا مؤمنين به ونريد المساواة بشكلها العام اللي احنا كلنا مؤمنين به هنا هيكون فيه مساواة بين الرجل والمرأة بصرف النظر عن التمثيل النسبي انتو تتحدسي عن خمسة قدام خمسة أو عشرة قدام عشرة لا ممكن يبقى اتنين قدام خمسة لكن يستطيع ان يكون الاتنين دول أضغى وأكثر صوتا وأكثر قدرة من التمثيل الأخر الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا يا فندم على وجودك معنا شكرا يا فندم وردنا ان شاء الله فعلا ان يكون زي ما حركتك قلت يكون مش مجرد بس تمثيل المرأة بستة أو سيدتين أو تلاتة بس المهم يكون فعلا لها دور فعال يكون لها صوت عالي وصوت وجودي وصوت يستطيع ان يقنع الكافة اللي هي موجودين معهم اذا كان رجال أو نساء باننا أمام امرأة مثقفة أمام امرأة قادرة أمام امرأة تستطيع ان تحبر عن المجتمع بشقيه رجال أو نساء شكرا يا فندم شكرا يا فندم ننتقل لفاصل ونكمل معاكم بقى فكرة نهارك سعيد فخليكم معنا شكرا يا فندم